موسيقى مدحف التراث الإسلامي تمان تمدن في ولاية ترينغانو يسمى بمدحف التراث الإسلامي أو تمان تمدن باللغة الماليزية هو موقع جذ تراثي شهير يقع في حديقة كبيرة حيث تضم هذه الحديقة رحلة عبر التاريخ لعرض الحضارات من جميع أنحاء العالم يعد هذا المكان أحد الأماكن التعليمية والترفيهية المتنوعة ويحتوي المدحف على العديد من المجسمات الإسلامية من جميع أنحاء العالم افتتح هذا المدحف في فبراير من عام 2008 ويضم أكثر من 22 معلما ومسجدا إسلاميا من جميع أنحاء العالم يحتوي المدحف على أماكن من ماليزيا كمسجد نيجارا ومسجد السلطان سليمان من تركيا ويأتي تصميم هذين المسجدين محاكي للتصميم الأصلي حيث ستمتلكك الدهشة والحيرة لمطابقتهما للمسجدين الأصليين من حيث التصميم والعمارة والألوان الزاهية يحتوي تمان تمد على أجمل المجسمات التي تمثل العمارة الإسلامية والهياكل الكبيرة من العديد من الأماكن في العالم مثل المسجد الوطني في ماليزيا وتاج محل في الهند ومسجد سلطان عمر سيف الدين من مملكة بروناي والمسجد الحرام من المملكة العربية السعودية تعد تجربة الرحلة مغامرة بحد ذاتها سواء على الأقدام أو على الدراجات المستأجرة وحيث أضيف في الآوينة الأخيرة مجسم لمسجد الكريستال والذي صمم بطريقة رائعة وفريدة تحاكي المسجد الأصلي الذي بني من الزجاج والكريستال لمزيد من المعلومات عن تمان تمد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهذا المتحف ترجمة نانسي قنقر